الحقيقة بس أنا أقول الأول أن زملائنا بالفعل استطاعوا أن يحصلوا على رد من ودارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية فيما يتعلق بالقصة اللي أوردناها المتعلقة بالأبض على الشاب بحوزيته رواية جورج أورويل 1984 بحسب ما جاء في عنوان صحيفة المصر اليوم وزارة الداخلية ما ذكرته بشكل رسمي لزملائي هي أن الشاب الذي تم الأبض عليه ضبط لأنه كان يقوم بتصوير القوات المتمركزة في محيط جمعة القاهرة وبالتالي لم يكن السبب حسب وزارة الداخلية للأبض عليه هو حيسته لرواية 1984 لجورج أورويل ويمكن الحقيقة أنها رواية حتى أقرب للمنطق أنا متوقعش مثلا أن الدباء السادة الزملاء اللي بيقوموا بعمل الحراس سيكونوا كلهم اطلعوا على معظم روايات أو عارفين لست بإيه روايات اللي ممكن تشكل حيازتها جريمة إذا كان حيازت أي رواية في الدنيا يمكن أن يتحول إلى جريمة يتبقى طبعا أننا نفهم لماذا تم إبراز هذه الرواية كعنوان وليه كان الكلام عن أن الضبط الشاب بحياسته 1984